استمرار الحرب المدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة الممتدة منذ أبريل الماضي تؤدي إلى تدمير السودان بشكل كامل من انهيار للبنية التحتية وهجرة الملايين من السودانيين فضلا عن انهيار الاقتصاد السودانية وتحول المدن السودانية إلى ساحة قتال ينجو منها من يستطيع الاختباء وسط الأزمة الطاحنة تتصاعد أصوات بعض الساسة السودانيين لتسليح الشعب أو ما وصف بالمقاومة الشعبية مؤكدة أنه الحل الوحيد لمواجهة الدعم السريعة ومشددة في الوقت نفسه على أنه سيتم وفقا لمعايير محددة حيث أن تسليح المواطنين بغير معايير سيؤذي إلى تدمير مفاصل الدولة بينما تتزايد الدعوات الدولية والعربية وعلى رأسها الدعوات المصرية لضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي الاقتتال ويوقف حمام الدم الذي يشهده السودان ووفقا للأمم المتحدة فقد أسفرت الحرب الضارية بين الجانبين عن مقتل أكثر من عشرة آلاف سودانية ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخلينا كما فر نحو مليون ونصف المليون شخص آخرين إلى دول مجاورة هربا من الصراع الدامي وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار معاناة الشعب السوداني الذي يعيش وضعا أمنيا هو الأصعب في تاريخه اشتركوا في القناة